اشتركوا في القناة تحية النضال والصمود تحية من داخل الاطار نتمنى انه يكون الصوت واضح تكون الصورة واضحة الاساسدة والاستاذات يعني اللي يعطينا شيء اشارة بانه كان الصوت كان الصورة موضوع مباشر اليوم هو التعليم عن بعد آلية من آليات الزحف على مجانية التعليم والمدرسة العمومية في انتظار التحاق الاساسدة والاستاذات سنشرع في بيان يعني قبل ان نشرع في بيان في الفضح اولا فضح هذه المهزلة وهذه الخطة التخريبية اللي تدخل ضمن الخطة التخريبية التي تنهجها الدولة المغربية من اجل القضاء على ما تبقى من التعليم العمومي وضرب ما تبقى من مجانية التعليم ومن حق التعليم العمومي لابناء الشعب المغربي اذا في انتظار التحاق الجميع واش كين الصوت كين الصورة الصورة واضحة الصوت مزيان الصورة واضحة الصوت نعم اذا اعيد تحية نضالية عالية الى جميع الاساتذة والاستاذات داخل ربوع الوطن تحية الصمود تحية من داخل اطارنا العتيد والصامد المستقل التنصيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تحية نضالية عالية لجميع الاستاذات والاساتذة الذين يضحون بالغالي والنفيس من اجل تدريس ابناء المغاربة في ظل هذه الازمة وهذه الجائحة جائحة كورونا كما ارجو ان يكون الجميع وكل الاساتذة والاستاذات كل الاساتذة والاستاذات خاصة والشعب المغربي عامة في صحة جيدة وان يزول هذا الوباء وهذه الجائحة والانسانية كلها في صحة يعني وتنعم بصحة بعد هذه الجائحة وبعد هذه الازمة الصحية موضوعنا اليوم موضوع مباشر اليوم عنوانه التعليم عن بعد آلية من آليات الزحف على مجانية التعليم والمدرسة العمومية إذن سنشرع في فضح هذا التعليم عن بعد الذي تطبل له الوزارة ويطبل له للأسف المسؤول الأول عن التعليم في المغرب وزير التربية الوطنية ومن معه وهو آلة خريبية إذن نقول ومعهم الصحافة والإعلام الأصفر الذي يجيبنا واحد الولدات ويحطم لنا وعندهم بيروديال ومتصلين بالشبكة العنكبوتية ويصورهم لنا على أساس أن أبناء المغاربة كاملين كلهم بحلوكواك وكلهم عندهم مكاتب وكلهم مصولين بالشبكة العنكبوتية في حين أن 93% من الأسر المفقرة أقول المفقرة وليست الفقيرة أن هذا ما أرادته لها أو أرادها هذا الشيء اللي بغولها المسؤولين في هذا البلاد يقبعون في الجبال وفي المداشر لا يتوفرون حتى على الكهرباء حتى على لقمة العيش حتى على الماء 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 ما عندهمش عاد كذبولية تعليم عن بول إذن نشرع في فضح هذه الآلية التي تعد كذلك آلية من آليات الزحف على مجانية التعليم والمدرسة العمومية في الوقت الذي كان من المفروض أن الدولة توفر إمكانيات للنهوض بالصحة والتعليم العموميين لما لهما من دور في مواجهة هذه الأزمات هذه التي قد تمر منها الإنسانية عبر تعميم تعليم عمومي مجاني والرفع من قيمة المدرسة العمومية ومن مستوى المناهج التربوية وتقديم تحفيزات لأسر التلاميذ لتدريس بناتهم وأبنائهم في مدرسة عمومية مجانية تضمان تكافؤ الفرص بين الجميع نجد الدولة المغربية من جديد تستغل الأزمات لتمرير مزيد من الزحف على حقوق المغاربة في تعليم عمومي مجاني في طاعة عمياء من جديد للمؤسسات الرأسمالية المانحة للأسف إذن سنأخذوا واحد الكرونولوجيا التي سنبين فيها المخطط التخريبي الذي تنهجه الدولة المغربية في ضرب ما تبقى من القطاعات العمومية كقطاع التعليم وقطاع السحة فآلية التعاقد تم تمريرها في ضرفيات في أزمات سياسية هذه الأزمة السياسية التي كان فيها البلوكاج الحكومي سنة 2016 كانت واحد الأزمة السياسية لبلوكاج الحكومي فتم استغلالها وتم تمرير ما يسمى بمخطة التعاقد التخريبي في الوظيفة خصوصا في التعليم عبر قرار مشترك بين وزيرين ها هي اليوم ومن جديد تستغل الضرفية الاستثنائية لتنزيل بنود القانون الإطار من جديد عبر تفعيل ديال التعليم عن بعض كآلية تستبطن أو تستبطن في داخلها غايات استراتيجية قضاء على ما تبقى من حقوق المغاربة في تعليم علمي ومجاني ذي جودة إذن هنا غذي نطرحوا واحد مجموعة ديالتساؤلات نتساءل ما هي الغايات وراء تفعيل تعليم عن بعد في هذه الضرفية وإلحاح الدولة على تفعيل منصات افتراضية يتم ربطها بمنظومة ما صار علاش في هذه الضرفية بالضب وعلاش كيطبلوا لها بهذا الطبال وبالعماريات وبالنقافات ومعرض ديش نديرين والإعلام الأصفر كذلك يخدموا في هذه العملية وكيبينوا لنا على أن الغاية من هذا التعليم عن بعد هو التلميذ بالعكس وهذا ما سنبينه في هذا المباشر ديالنا ليس الغاية من التعليم عن بعد هو التلميذ فللإجابة العلمية على هذا السؤال علينا أن لا نفصل ما نخص نفسه ما بين هذه الإجراءات للجوهر دياله هو الزحف التاريخي للدولة المغربية على قطاع التعليم منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي بعد تقرير البنك الدولي الذي نبه فيه المغرب إلى ضرورة مراجعة سياسة القطاعات العمومية وعلى رأسها التعليم لأن كيشوفوا بأن التعليم والصحة كيستنزفوا الميزانية العامة وبذلك فالمؤسسات المانحة فرضات على أنها ستعود مراجعة سياسة القطاعات العمومية بسلعانة التعليم وسلعانة الصحة وإحنا وإحنا لربطه هذه الأمور بينها وبين الأزمة الصحية التي كنا اليوم قلنا بأن الصندوق أو المؤسسات المانحة فرضات عن المغرب بشي راجع سياسة القطاعات العمومية دياله وعلى رأسها التعليم كي لا يسقط في أزمة مالية ولكن الغرض ديالها راه هو ضرب مجانية التعليم ومجانية الصحة وأن اللي بغي يقرر أولاده يجبذ من جيبه واللي بغي بشي تعالج واللي بغي بشي المستشفيات يجبذ من جيبه يعني النيوبرالية المتوحشة الجديدة فبدأت آنذاك مجموعة من الاجدهادات في إصلاح أو هذه إصلاح بين قوسين بل في تخريب المنظومة التعليمية تم إصدارها أولاً في المتاق الوطني للتربية والتكوين الذي نص على مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية اللي كتأثر قطاع التعليم على المدى البعيد والمتوسط والقاريب على المدى القاريب والمتوسط والبعيد ومن بين هذه الإجراءات هذه تنويع التوظيف لأنه ما كيبشيه بالتدريج تنويع التوظيف في الأول غيكون توظيف التعاقد ثم يمررونه الخواص ثم غيكون لي مشكرة لعنده الفلوس هو اللي كي ياخدوك المدارس العمومية هو اللي كي يستثمر فيهم هو اللي كي يستثمر في التلاميذ بطريقة مباشرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كما هو شأن التعليم اليوم عن بعد اللي يبغاوا من خلاله أنهم تكون يكونوا شركاء أخرين من ضمنها الشركات ديال الاتصالات الشركات ديال الحواسيب الشركات ديال الهواتف النقالة أي أن المغربي ضروري غادي يجبذ بنجيبه وإحنا غادي نجيون بينه هاد هاد السلبيات ديال هاد التعليم عن بعد خصوصا في ضرب المدرسة العمومية وفي ضرب مجانية التعليم وأنه ليس الغاية منه هو التلميذ لأنه لو كان الغاية من هاد التعليم عن بعد هو التلميذ رهما غاديش نشوفه خصوص الوزارة يحشم على وجهة خصوص الوزير يحشم مني يخرج البارح في الإذاعة كيقول بأن تكافؤ الفرص يعني غادي يجي طلاق من واحد تقويم من واحد الامتيحان وأن الآباء اللي كيخدموا مع ولداتهم يعني دبا كتقول لنا بأن قاعد الناس اللي مقرهوش واللي فقروا واللي كان كنتم أو كان المسؤولين هما السبب ديالهم علاش مقرهوش ومقرهوش ولداتهم وما كيراجعوش مع ولداتهم في الدار حتى ولداتهم يكونوا بحل كوات من أجل إنتاج يد عاملة رخيصة عند البرجوازية المتعفنة من أجل إنتاج يد رخيصة من جديد عند البرجوازية المتعفنة وزيادة تفقير الشعب المفقر من جديد وش ما كيحشمش الوزير والوزارة معاه مني كيخرجوا بواحد العدد ديال 7.3% من التلاميذ المغاربة اللي استافدوا من هالتعليم عن بعد في حين أن 93% من أبناء المغاربة من التلاميذ 8.280.000 تلميذ اللي كيستافذ منها الآن حسب هذوك الأعداد الأرقام اللي اعطات الوزارة على علاتها وعلى تضخيمها وذلك النفيخ اللي نافخين فيها هو 6.000 أو 60.000 تلميذ وش ما كتستحيوش إذا نقول بأن اقتراف أو اقتراح توضيف بالتعاقد كآلية جديدة اللي تم تنزيل ديالها في الوقت المناسب لها لأنه كيستغلوا دائما الأزمات كما بغى تكون سواء أزمات سياسية أزمات صحية أزمات كيفما كان نوعها كيستغلوها يعني في غفلة على المغاربة باش أنهم يدوزوا المخططات التخريبية ديالهم واقتراح توضيف التعاقد كآلية جديدة اللي تم تنزيل ديالها قلنا في نعم سيتم الإشارة إلى ذلك غنعطاوه في الأخير أستاذ يوسف في الأخير غنعطاوه الموقف دي التنسيقية الصريح الواضح من الأقسام الافتراضية غنعطاوه في الأخر لاش حنايا كنرفضوها التعليم عن بعد ونبغيو هد 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 اللايف هذا ينتشر على أوسع نطاق لاش باش ماشي غدا الأباء والأولياء يقول لك بأن نحنا كنرفضوها هذه الآلية هذه لأن نحنا مبغينا نقرر ولدات المغاربة حاشا نحنا ولدات المغاربة غادي نقولوا بأنه راه إلا الوزارة قالت التعليم عن بعد وكتقول هد المسائل نحنا غا نقولوا بأن ولدات المغاربة مني غادي رجعوا للتعليم الحضوري ومني غادي تحيد هد الجائحة وهد الوباء غادي نكملوا الولدات منين وقفنا لأننا نؤمن بأن ولدات المغاربة كلهم يقرروا ماشي نديروا الطبقية في التعليم ونخلقوا الهو اللي عنده الفلوس باش يشارج الانترنت واللي عنده الحواسيب واللي عنده طابلات واللي قرروا ولداته واللي ما عندوش ولداته ما يقرأوش هذه هي الطبقية السيد الوزير هذه هي الطبقية في التعليم السيد الوزير المحترم ومعه الوزارة كلها بهياكلها وش مكيبقوش فيكم ولدات المغاربة اللي في المداشر ولدات المغاربة اللي في الجبال ولدات المغاربة اللي في الجبال ديل تزينيسلي ولدات المغاربة اللي في الجبال دي اللي يتحدو ولدات المغاربة اللي في الجبال دي الريف ولدات المغاربة اللي في الفيافي ولدات المغاربة اللي ما كيلقوش مين بسوف رجليهم إذن كنقول بأنه التعليم عن بعد ليس الغاية منه وإلا في الأساتذة يقومون الأساتذة كيقوموا بوحد المجهودات جبارة داتية وكيصرفوا من جيوبهم باش أنهم يوفروا الشبكة باش أنهم يقرأوا قدر المستطاع يوصلوا لكلامة ديالهم ويوصلوا لهم عبر الوسائل المتاحة من واتساب وفيسبوك وغير ذلك إنما فرض هذه الآلية راها ما جاتش اليوم ونحن نبين بأنها كان في القانون الإطار في المادة 33 ولكن استغلال الوزارة ومن معها ومن يتبعها والحكومة المحكومة استغلالها لهذه الأزمة الصحية ديال المغاربة وكتزيد الججل وضع في العوض أنها تلتاج للأسر الفقيرة كنشوفوا بأنها كتزيد المشاكل والأزمات عن الأسر المفقرة وكذلك في الأحياء الشعبية نعم أستاذ في دور الصافح 93% من ولدات المغاربة ما كيقرأوش ما عندهمش وزيد عليها الحالة ديال المكناس الوليد اللي كيقرأ في الباكالوريا اللي بشولي عويناته إذن كنقولوا بأن هذا التعاقد لجف 2016 في ضرفية سياسية استثنائية يوم الانتخابات تحت مبرير محاربة الاقتضاد في الأقسام وغيرت الدولة على حق المغاربة في الولوج للمدرسة وفي جوم الاستثنائية دائما ووخكة تختلف طبيعة الظروف هذه المرة من سياسية إلى صحية فقد أقرت وزارة التربية الوطنية تفعيل بعض المنصات الافتراضية لتعليم التلاميذ عن بعد وربطوها بمنظومة ما صار كشكل إلزامي للأساتذة الهدف الظاهر منه الظاهر من هذه العملية هو مواكبة التلاميذ عن بعد في هذه المرحلة وضمان حقهم في متابعة الدروس ولكن في باطن الأمر هذا الإجراء هو إجراء له أهداف وغايات استعصاء على الدولة الوصول لها في الظروف العادية في الظروف العادية ما قدراش تمرر هذا المخطط هذا لأن حناجر المناضلين حناجر الصامدين الحناجر ديال الغيورين على أبناء الشعب وعلى التعليم العمومي حيث عندنا ذوك الانسهازيين غيورين على التعليم العمومي ما كانوش يخليوا هاد المسألة الدوز فا استغلات الوزارة ومعها الحكومة المحكومة هذا الظروف الصحي وكتمرر في المخططات التخريبية وفي بنود القانون الإطار إذن قلنا خلصنا نرجع الأساتي دمعايا والآباء والأولياء نرجع المادة 33 من القانون الإطار سمحوا لي لا تنقرأ تعليقات ذلك مني سنسأل ربما نجعله واحد الحي الزماني لمناقشها والقراءة تعليقات لأن بالزاف هذه التعليقات لا يمكنني أن نقرأ كل شيء لذلك أنا قد نستمر في النقاش أو لا في هذا فضح زيف هذا التعليم عن بعد وأن مش المراد منه ومشي الغاية منه هو تعليم تلاميذ والويدات دي المغاربة والدليل على ذلك هو النسبة الضعيفة جدا لك تستفد أو لي ما تقدرش تستفد منه وأن التعليم عن بعد لا يمكن له لا يمكن له أن يقوم مقام تعليم الحضوري ونحن سنبينه عنه لأنك رجعون طريقة التلقين أو التلقين اللي هي أجمع جميع فقهاء التربية على عدم صلاحيتها وأنها بداغوجية فاشلة لأن العمود اللي فيها هو الأستاذ عمود العملية التعليمية هو الأستاذ في حين أن التلامذ ما كان عرفوش وش أنه مستفدوش مستفدوش لأن ما كانش الممارسة التعليمية ما كانش هنا الأستاذ كمنشط هذا جاي 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 وقته استطريق هذا غير باللتي جاي وقته إذن فرجعوا المادة 33 من قانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والذي صودق عليه بشكل لا يعلمه إلا من صادق عليه هذه الأزمة هذه الوباء اللي كيمر من هالمغري لا تم نصيص عليه في قانون الإطار في المادة 33 قبل من الجائحة قالوا قالوا بأن هذا التعليم عن بعد الغاية منه هو تنمية وتطوير التعليم عن بعد باعتباره مكملا للتعليم الحضوري ثم في نفس المادة يقول لك إذن تعليم الإلكتروني تدريشيا في أوفق تعميمه ومش يجي شي واحد يقول لنا واش نوكين في هذا الكلام يعني أن هذا التعليم عن بعد هو مكمل للتعليم الحضوري هاحنا غادي نجي ونقول علاش وغادي نجي ونشرح ونقول علاش غير باش نفهم إذن إذا تعملنا الكلمة التي وردت في المادة 33 من القانون الإطار اللي هي تدريجيا سوف نجد أن الدولة سخرت مجموعة من الخطط الحزمة وحد الرزمانة من الخطط لتنزيل ما سمته تعليما عن بعد عبر مراحي حتى لا يلاقي رفضا من طرف المغاربة عبر تطبيع معه تدريجيا ديما احنا مني كنبغي ننزلو شي حاجة اولا كيبغي ننزلوها عفوان كيبشي معها تدريجيا في أفقي تعميمه تحية الأستاذة زهراء المخلوفي الأستاذة المناضلة الصامدة تحية عالية وتحية لجميع المناضلين وصبروا معنا شوية الشي فيه ميت قليلا قلنا بأن الخوطط تنزلها تدريجيا وكتستغل الأزمات والظروف باش أنها تطبع معها المغاربة ويتطبعوا معها باش يقولوا إياه وعلاش مبلغ غير هذه الأزمات تنزل ونترك منزل لأنك مستطرف القانون للإطار وعندك دراسات مستقبالية واستشرافية على هذا التعليم هذا لأنك بغيت يدوز باش أنه ضروري ولدات المغاربة يبقى ويخلصوا عشرين عشرين درهم تعبئ أين درناها لأسرة أسرة أسرة وحدة عندها غير ولد واحد عشرين درهم تعبئ أفشار وشوف 8.8.000 مليون ومئة وخمسة وثمانين آنف ترميد شوف كيف أنهم يدخلوا الفلوس بغير المباشر واللي عنده قرر أولاد واللي ما يقرر هذه هي ضرب مجانية التعليم هذا نعطيك شوية فلوس من الماسية لكي تشري كيف يروا ويتفلوا عنك ويزيد يفقر المفقارين ويزيد وينتج وحد ليد عاملة رخيصة للبرجوازية المتعفينة أنا كنت أعتبر البرجوازية المتعفينة نحن ما زال جايين بعض الأمور قلنا ولعل الوضع الصحي الحالي لن تجد الدولة يعني شي فرصة مواتية أكثر من هذا الوضع هذا أن تعليم واقف وأن هم يديروا عن بعد وذلك المسألة مواكبة للتعليم عن بعد وأن ظرفية الحجرة الصحي كتعطي المشروعية لتنزيل مثل هذه الإجراءات في انشغال الأسر المغربية فقط بالسلامة الصحية ديالهم وديال ولداتهم يعني كتستغل الأزمة باش تمرر مخطط تخريلي ما زال هذ الناس ما بغوش يفهموا ما زال ما بغوش يعيقوا ما زال ما بغوش يعيقوا فالدولة كتخدم على تسريع الهجمات ديالها على القطاع على قطاع التعليم العمومي وسلعانته ما يمكن بأقصى سرعة كلما أتيحت لها الفرصة في ذلك وقد يقول قائل هنا أن هذا الإجراءات هو إجراء استثنائي في ظل هذه الأزمة هذه هذه الأزمة ديالكورونا هو إجراء استثنائي الهدف منهم هو مواكبة ديال التعليم ديال التلاميذ عن بعد والضمان ديال حقهم في التعليم في ظل الظرف طارئ يعني لم تكن الدولة تعلموا حدوته لنسلم بهذا القول وندير النية حيث كما يقول ذيما نحن ندير عن نية ونسلم بأن هذا القول هذا صحيح ونقول أن نية الوزارة صالحة وأن غرضها هو ضمان تعليم العمومي الجامع رغم الظروف الاستثنائية التي تمر منها الإنسانية لكن هل فعلا هذا النموذج التعليمي يضمن التعليم الجامع وش علاء التي هي ونقول بأن نية الوزارة سليمة وش كي يضمن هذا التعليم الجاميع أبناء المغاربة الجاميع التلاميذ هذا السؤال يجيب عن الهدف من هذا المهزل هذا مهزل التعليم عن بعد والأهداف حقيقية من ورائه كما قلنا أن الهدف حقيقي من وراء هذا التعليم عن بعد ليس هو التلميذ وليس هو تعليم التلميذ بل إحصائيات الدولة نفسها الوزارة تتحدث عن استفادة نسبة لا تتعدى ربع التلاميذ من هذه العملية وين هم الآخرين ماشي من حقهم ماشي من حقهم يقرأوا وش ماشي من حقهم يقرأوا حيث ما عندهمش حاسوب حيث ما عندهمش هواتف دكية حيث ما عندهمش طابلات حيث ما كيسكنوش في البلاسة اللي فيها الشبكة حيث هم أولاد الفقراء حيث أولاد المفقارين حيث أولاد المداشر أولاد الجبال خصوموا بشي ويسرحوا خصوموا بشي ويخدموا للبرجوازية المتعفنة هذه الرأسمالية المتوحشة النظام النظام نيوبرالي الجديد فأين حق البقية من التلاميذ في مواكبة الدروس والذين يقدروا عددهم اليوم بثمانيات المليون ومئتين وخمسة وثمانين آلف تلميذ معظمهم من الأسر المفقرة معظمهم من الأسر المفقرة التي لا ما كتقدرش تغطيح تلقود اليوم ديالها ما عنداش حتى ما توكل الولداتها كنفرضوا على أن نخص الانترنت ولا عنده غير جوجة الولدات خصو الشبكة وخصو جوجة الهواتف ذكية وخصو حاسوب وخصو كذا وخصو كذا حتى قال لك ما يضمانوا هذا التعليم عن بعد دخلتوا لمنظومة ما صار قال لك يضمانوا تم دروس المعاقي الذين في حالة إعاقة لم يمكن لهم أنهم يتابعوا الدروس في التعليم الحضوري صافي عيرهم في حالة إعاقة خصو والديهم يشريوا لهم لا الثانية ويشريوا من الطابعة في حين أنك انت يتوفر لهم النقل وانت يتزمون من ديورهم ووديهم من المدارس ويحضرون للتعليم الحضوري خاصة انت يتنساحب من العملية والناس ديما تضبر راسها تضبر محينها تضبر شغولها لا تتحشموش لا يريد أن تتسالي من هذا اللعب إذن نقول بأن أين هي حق البقية فينا هو الحق ديال البقية من هذا التعليم واش حيت ما عندهمش الفلوس حيت ما عندهمش الإمكانيات ما يقرروا شوري ذاتهم واش حيت ما عندهمش الفلوس ما عندهمش كذا ما يقرروا شوري ذاتهم ما يقرروا شوري ذاتهم ما يقرروا شوري ذاتهم اعتذر إذن نقول بأن أين حق البقية من التلاميذ في مواكبة الدروس والذين يقدروا عددهم بثمنيات المليون ومئة وخمسة وثمانين 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 معظمهم من الأسر المفقرة التي لا تغطيقوة يومها أين هو مبدأ تكافؤ الفرص هنا الذي ظلت الوزارة ومن معها تتغنى به كلما أرادت تنزيل شي مخطط تخريبي شي مخطط تخريبي شي مخطط تخريبي عن بعد في هذه الظروف هو محاولة دولة جين الدولة تحاول أنها تدجن هذه الفكرة في أدهان المغاربة وتبين لهم بأن هذا التعليم عن بعد رجع غير في واحد طارق في واحد ضل واحد الأزمة صحية وغادي نجربوها مرحليا وغادي نشوفو ومن بعد غادي رسموها غادي يدروا لي هالتقصيم عن الفكرة مني غادي تكبر في الدين وكذا 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 غادي يجي وغادي رسموها هالتقصيم وغادي يحطوك أمام الأمر الواقع وغادي يقول لك بأن فوالا راه شي دروس ويقدروا قاعد شي وبعيد شي مواد من تعليم يقول لك صافي غادي تولد تحتى غير غير عبر التعليم عن بعد إذن الهدف ديال هذا التعليم عن بعد ليس هو الغاية منه هو تدريس أبناء المغاربة وإنما الغاية منه هو ضرب المدرسة العمومية وضرب مجانية التعليم وتفقير الأسر المفقرة وتسخير وإنتاج يد عاملة رخيصة عندها تبقاتها هي تخدم عند البرجوازية وتبقى هذه اليد الرخيصة وكالدور القوذمة عندهم هما وسائل الإنتاج دائما يستحوذون على وسائل الإنتاج كما نص على ذلك القانون الإطار 51-17 بهذا الضرب للمكان الاعتباري للأستاذ والمدرسة العمومية بجوج في سياق نزيل نظام أساسي جديد يسمى بالنظيم الأساسي لمهنة التربية والتكوين الرامي قولوا هذا الرامي إلى مهننة الخدمة العمومية وجعل المدرسة خادمة لمنطق السوق هي اللي قلنا يعني أنه تولي واحد اليد النجج واحد اليد رخيصة وتخضع لمنطق السوق عبر مفاهيم من قبيل المنتوج المدرسي المرضوضية الوسائل التكنولوجية يعني مقاولة مفهوم المقاولة أنها التعليم يقول لك يخضع المفهوم المقاولاتي يخضع المفهوم المقاولاتي من باب المنتوج المدرسي المرضوضية الوسائل التكنولوجية وهي غادر وتأتي آلية التعليم عن بعد لتقييم ومراقبة مرضوضية الأستاذ كما كيقولوا هذه الترقية وعدنا كلام لهذه الترقية وهذا القرار الذي صدر رئيس حكومة الدئاب حكومة محكومة حكومة الدئاب الملتحية أفوان قلنا اعتذر قلنا وجعل المدرسة خاذمة لمنطق السوق وتأتي آلية التعليم عن بعد لتقييم ومراقبة مرضوضية الأستاذ الأساس ذلك يبشي وتسابق دابا الأساس أنا ممكن تتكلمش مع جميع الأساس ذا والأستاذ ولكن البعض اللي كيتسابق مش أنه راتحفير قبراك بيديك وكتضرب المدرسة العمومية وكتضرب حق أبناء المغاربة في تعليم عمومي مجاني ونحن ما غنكونوش هما القنطارة اللي كتدوز عليها الوزارة ومن تبعها المخططات تخريبية لضرب المدرسة العمومية حتى يحاسبنا التاريخ يوما ويحاسبونا أبناء المغاربة بأن نحن نذوزنا هذه المخططات التخريبية نحن سنقف ما أمكاننا ذلك وغنصمدو ما أمكاننا ذلك يعني الأساتداء الأساتداء ملحقات العقود ملحقات العقود وتمكننا بأننا نضربو لهم هذه السياسة تخريبية ديالهم في الصفر كذلك اليوم كذلك اليوم المطلوب منا أننا نكونوا يداً في يد وأننا نقضيو على هذه الممارسة وعلى هذه الممارسات تخريبية التي تنهجها الوزارة وتستغل الأزمات لتمرير هذه المخططات التخريبية لذلك الأساتداء والأستادات خصنا سنقول الموقف في الأخير ذي التنسيقية الوطنية العتيدة الذي جاء به البيان الوطني والذي ستبعه بيانات جهوية وضيحية ونكون يد في يد من أجل القضاء أو من أجل عدم تسجيل في هذه المستحات الافتراضية هذه التيمز وأننا نكون يد في يد كما كنا في ملحقات العقول وكما نحذى في القضاء على التعاقد وإسقاط هذا المخطط المشؤوم خسنا نقضي على هذا التعليم الذي تريد به الوزارة ضرب الوظيفة العمومية وضرب المدرسة العمومية وضرب مجانية التعليم إذن قلنا النظام الأساسي لم يكن تبريغي التكوين والرامي إلى مهنانة الخدمة العمومية وجعل المدرسة خادمة لمنطقة السوق عبر مفاهيم من قبيل المنتوج المدرسة المرضوضية ووسائل التكنولوجية وتأتي آلية التعليم عن بعد لتقييم ومراقبة مرضوضية الأستاذ والتحكم في مصاريه المهاني الترقية عبر عدد الساعات المنجزة عن بعد عن بعد يقول لك الترقية عبر عدد الساعات المنجزة تفتيش عن بعد دفتر منوص عن بعد إذن الغاية ديالهم هو الهدف ديالهم هو التقليس من الترقية تقريباً لا يحسبوها مادية لا يقول لك شي واحد لا يحسبوها اعتباراً التلميذ لا لا دائماً منطق السوق دائماً ما يمكن لنا نقل السوق وللأسف الشديد سنقوم بإذن قوسين لا يزايد لنا شي واحد بالوطنية لا يزايد لنا شي واحد بالوطنية لأن لو كانت الوطنية اللي صوتوا ضد الرفع من ميزانية التعليم والصحة نقول لكم اليوم واش محشمتوش اليوم على عارضكم واش ممرقتوش بالداريجة اللي كنقولو احنا هنا في الداربيدة ما ممرقتوش ما عندكم شلوجه علش تحشمو واش كل اللي لقينا اليوم شكل الصدور ديالهم عارية لرصاص الوباء وجها لوجه في الصفوف الأمامية وجها لوجه مع الوباء شكون هم الأطباء هي الصحة اللي يرفض تصوصو وتضد أنها تزاد في الميزانية ديالها هم رجال التعليم الذين يحاربون الجهل هم رجال التعليم اللي كذيروا لما الوباء باش أنهم يقرر وليدات المغاربة عبر الوسائل المتاحة وليدات المغاربة عبر هذه المستحة وإنما هذه المستحة هي الاستغلال المغاربة لسلعنة التعليم القضاء المجانية ذي التعليم نحن نوضحه أما نحن 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 ونحن نحس للأسف الشديد رأى 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 نحن 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 المسيون في ديكارت وفكذا 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 ركيز حد لنفس الناس يقرأه في ديكارت وقال الناس عدهم لطابلات وقال الناس سيد الوزير الرسالة إليك شوف غير أولاد المنطقة ديكارت في صفره الناس في صفره في الجبال رأى ما عندهم لطابلات ما عندهم شبكة ما عندهم شكذا ما تقارنش بالناس ديال أقدال والناس درباط والناس ديال وتبني واحد لتبني على واحد الناس قلال وتنسى الناس المفقر الأخرين حتى هم عندهم حق في هذا الوطن حتى ما عندهم حق في هذا الوطن هذو البرلمانيين اليوم واش اعطيش نهي الوطنية هي أنك تخلى جمد الأجور ديال البرلمانيين جمد المعاشات ديال البرلمانيين اليوم وتتاهم وتتخذ ديك الأجور وتتحط في صندوق ديال كورونا ما شاء السيد رئيس الحكومة المحترام للأسف الشديد تتطاول على أجور الفلوس السيد رئيس الحكومة راه أستاذ جامعي أستاذ تعليم العالي عنده زائد 30 الف درهم أو 30 الف درهم وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي أستاذ جامعي عندك 30 الف درهم في الوظيفة ديالك تخلى على الأجر ديال المسؤولية اليوم تخلى على هذه الفلوس ديال الوزارة اليوم واخذ غير ديالك وخلي تزاد في الصندوق ديال الكورونا باش ناخد الآليات والأذوات باش نداوي باش نداوي تخلى على الفلوس ديال اليوم مقابل تخلى على السيارة الرافعة وتخلى على سير شوف الميزانية ديال السيارات وميزانية المعاشات وميزانية ديال الأجور البرلمانيين مع أنه عندهم جوج الأجور كلي تقعدوا ثلاثة فكلي تقعدوا دربعة فضل هذه الأزمة تخلى على الأجور ديال الوطنية وروح الوطنية التي تغنوا بها وهي عبارة عن شعارات فضفاظة وعن فرقاعات في الهواء احتفظوا بالأجور ديال الوظيفية وتخلى على الأجور المسؤول إلا أنتم ما بالحق تخافوا وكتقولوا بأننا نبغيو ولدات المغاربة ماشيت بشي الفلوس الترقية تجمدها وتجمد لمبارايات ديال التوظيف وتخلي البيطاء والعاطيرين فضل أنهم يعونوا والديهم فهذه الأزمة هذه ما توضش كلي هذ العام هذا وصل للسنة اللخرة ديال التوظيف عنده العمر اللخر الذي يسمحوا له بالتوظيف جيت من توقف التوظيف من وراه ما يبقى عنده الحق التوظيف فرصة ضربت حياته كاملة وش ما تشوفوا غير روزكم تخلوا على الأجر ديال كم أتحد دل البرلماني اللخر 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 لما عنده مقهى و عندهم مشاريع و عندهم كذا و عندهم كذا وش ما يقدروش يسمحوا في هذه الأجر اليوم الأبناء المغاربة المفقارين الأبناء الجبال الأبناء المضاشر ما يقدروش يسمحوا فيها اليوم ويأخذوا غير الأجر ديال الوظيفة ديالهم سيد وزير التربية الوطنية رأى أستاذ تعليم العالي وعيد وكرر وها رئيس حكومة أستاذ تعليم العالي كلهم عندهم وظائف تخلاوا عن الأجر ديال المسؤولية اليوم غير فالدرف طارق يلا بينونا الوطنية ديالكم الأحزاب السياسية الأمناء العامون وذلك شئ يلا بينونا تار سهزور الفلوس لعوناتكم بها الدولة دوك الإعانات التي تطعين الأحزاب السياسية هزوها وردوها للدولة اليوم اردوها الصندوق ديال كورونا بينونا الوطنية ديالكم أولا الوطنية غير في اللقرافات وفي القلساء الإعلام الأصفر مما يسهلوا على الدولة التخلص من عدد كبير قلنا هذه الآلية تسهلوا على الدولة فيما مع التخلص من عدد كبير من الأساس ذو المفتشين الذين ستعوضهم بالتكنولوجيا والآلة وهو ما حدث فعلا هذا الشي كي يذكرنا بما حدث في الأزمينة كي يذكرنا بما حدث في أوروبا في الأزمينة الحديثة بعدما استبدل الإنسان بالآلة وأصبح الهم هو الربح أكثر باستثمار أقل الربح أكثر باستثمار أقل وهذه هي الغاية الحقيقية للدولة المغربية لخلق موازنة مالية في أجور عبر التنفيذ للتوصيات دي المؤسسات المانحة القاضية من طبيعة الحال بتقليص عدد الموظفين بالقطاعات العمومية لأنها تستنزف الميزانية والأجور الميزانية دي الدول وقد أوصت كل المنظمات العالمية بالدور الجهنمي الذي قد تلعبوا التي تلعبوا التكنولوجيا لتنفيذ هذه الخطة كلها يعني قلت بأن المفر من الموظفين والعددهم والتقليص في الأجور والتقليص في الأجور وكذا وكذا هو التكنولوجيا هو الآلة هو تعود سمحوا لي أنا غير كنشحف شوية كشالش كنشرب شوية سمحوا لي إذن قلنا هذا من ناحية العامة أما فيما يتعلق بمجتمعنا المغربي الذي لا يزال أو لا زال يرزح تحت وطأة التفقير والتهميش فالغاية القصوى من إدخال التعليم عن بعد المدرسة العمومية إلى سوق تنافسية بين الشركات هاي قلنا سيضروا لها دبا مين جهة أخرى قال لي فينا يا ودنك قال لي ها هي علاش حسنا ما بغيناش من هنا بغينها من هنا دبا سيضروا لها الدورة ماشي شدوها كيفاش هذه الدورة هذه هو أن المدرسة العمومية ستخضع الواحد السوق تنافسية بين الشركات عبر تفوض مهام تزويد الأسر بالهواتف الدكية والحواسيب وصبيب الانترنت كما دارت الدولة من دارت الإجراءات دير تدبير دير تفوض في واحد الوقت ليس بالقصير دير تحويل مهام الحراسة ومهام التنظيف وذلك شيء لشركات خاصة الملش شكارة وكذلك غاتبقى 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 تتخضع قاع المؤسسة العمومية الملش شكارة اللي عنده الفلوس يجي خلص الأساس ويخلص النظافة ويخلص ذلك شيء وغادي تولي عدنا المسألة كلها يعني المجانية دير التعليم صلي عليها أربعا لا سجودة ولا ركوع فيها هي صلاة الجنازة إذن قد بدأت الدولة في إجراءات التدبير المفوض من وقت ليس بالقصير في تحويل هذا المهام كما قلنا دير الحراسة والأعوام للشركات خاصة وها هي اليوم تظهر نواياها في تمديد هذه الخوصصة إلى حجرة الدرس هذه الخوصصة بدأت من خارج المدرسة وجاية جاية 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 ستوصلت للحجرة للدرس عبر هذا التعليم عن بعد فيصبح التلميذ زابونا يؤدي تمال الخدمة المقدمة له التلميذ سيقول لك الزابون الذي لديه الفلوس يخلص الذي لا يتكمش يدير شيء آخر إن التعليم عن بعد في هذه المرحلة الاستثنائية هو ما تابع دير دراسة جدوى لماذا تقضل الناس الفكرة على الجابوها فرد المرحلة الاستثنائية بالضبط باش يشوفوا كيفاش غيتقبلوا الناس الفكرة واش غيتورو عليها ما غيتوروش عليها واش غيتقبلوها واش كده وفعلا لأنهم جابوها فرد المرحلة بالضبط للناس منشغلة الهم ديالها الهم ديالها الوحيد هو حماية الفلذات ديالها والحماية ديالها من هذا الوباء الفتاك هذا الجائحة لضربات الإنسانية عامة إن التعليم عن بعد في هذه المرحلة الاستثنائية بمتابة دراسة جدوى لماذا تقبو الناس لفكرة أن تصبح المعرفة مؤدة عنها بطريقة غير مباشرة قل نظر لها من الجهة الخروج في أفق تعميم هذه الفكرة مستقبلا وهذا هو الضرف مجانية التعليم يرافقه كذلك ضرب آخر في حق العديد من المغاربة في ولوج المدرسة بشكل كلي في العدام تام لتكافؤ الفرص وتكريس للطبقية أكثر تعليم جيد لأبنائهم وتعليم رديء لأبناء المفقرين تعليم جيد لأبنائهم وتعليم رديء لأبناء المفقرين إن ربط إجراء التعليم عن بعد بمجموعة المخططات التخريبية للدولة المغربية في قطاع التعليم يعطي نتيجة واحدة وهي تخليها عن تقديم الخدمة العمومية وتحويل المدرسة من مجال لتقديم القيم الإنسانية الكونية إلى مصنع ينتج مهنيين تزود بهم سوق الشغل حسب الطلب وحد يد عاملة رخيصة والناس اللي قرروا اللي يقرروا اللي يجبون الفلوس وكذي راهما اللي كي يهيمنوا على قطاع الإنتاج وكيصخروا هذة اليد العاملة بأرخص الأتماء كي حلطوا عليها كما بغينا نقول والسبب في هذا هو المخططات التخريبية وهنا يجب أن نربط فكرة المهنلة بإجراء آخر قل ما نتحدث عنه هو الباكالوريوس الباكالوريوس اللي ذرت الوزارة التربية الوطنية اليوم في الجامعة وتغليب تكويل المهني على التكويل الفكري الاتجاه هو تغليب تكويل المهني توفير يد عاملة على التكويل الفكري نحن مع احترامتي لهذه المفقرين إذن يأتي التعليم عن بعد كإفراغ خطير لأدوار المدرسة فبدل أن تسعى الدولة إلى النهوض بالمدرسة والوظيفة العموميتين نجدها تكرس لها شاشة باعتماد تعاقد كآلية للتوظيف والتعليم عن بعد كآلية للخوصصة والتعليم عن بعد كآلية للخوصصة يجب على الأسر أن تؤدي حتى يمكن أن يستفيد أبناؤها من هذا التعليم الحواسيب والهواتف الدكية والشبكة إلى غير إذن نجد التعليم البعيد تعليماً يعتمد فقط على الحشو والملأ وطريقة الإلقاء دون مراعاة الفوارق الفكرية والنفسية للمتعلم وقد أبان هذا النموذج التعليمي عن خطورته خصوصاً يعني من ناحية صحية ومن ناحية النفسية الذي خلقته الظروف الصحية مما يفرض على الوزارة مراجعة عمل هذه الآلية ثم الأخطار التي قد تنتج عنها على المستوى الجسدي وحالة تلمي التازة خير دليل على صحة هذا القوم إذن الآن بعد هذه القراءة والإطلال سنقول خلاصاً الموقف التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من هذا المصطحة تيمز واللي وهي بجميع الأساتذة بأننا ننتحد يداً في يد كما قد نعلم الحقات العقود وكما سنقضي على هذا التعاقد من تحيد هذه الأزمة الصحية سنقول لكم بأن التنسيقية الوطنية الأساسية الذين فرضوا عليهم التعاقد نرفض تفعيل منصات التعليم عن بعد ميكروسوف تايمز الإنزامية باعتبارها إجراء فوق إجباري يكرس الطبقية والتمييز بين المتعلمين والمتعلمات ويضرب في العمق ما بدأت تكافؤ الفرص لأنه ليس متاح لجميع المتمدرسين وفي هذا الصياق نعلن عن استعدادنا للتعويض الاستثنائي بتمديد زمن المدرسي وتقييفه لفائدة المتعلمين بمجرد استئناف الدراسة وقد بدأوا منين سالنا داخل الفصول وكذلك بتعويضه بالإمكانيات المتاحة ثم أن هذا التعليم عن بعد يتعارضوا منهجيا مع البيداغوجيات المعمول بها رسميا داخل الفصول الدراسية والتي تقتضي بناء درس تفاعلي بين تلماذ الأستاذ يكون فيه المتعلم هو محور العملية التعليمية التعلمية على عكس ذلك ما يكرس التعليم عن بعد إذن ف نأكدو على الرفض ديانا من داخل التنسيقية الوطنية الأساسية الذين فرض عليهم تعاقد بالتعليم عن بعد عبر إنشاء الأقسام الافتراضية باعتباره إجراء من الإجراءات التي تسعالي ضرب مجانية التعليم وتفكيك الوظيفة العمومية وتكريس الطبقة والنخبوية ثم نعلن عن الانسحاب الفوري من هذه المنصات هذه الأقسام الافتراضية التي أحدزتها الوزارة للتواصل مع المتعلمين والعمل على التواصل معهم عبر الوسائل المتاحة خلال الضرفية الراهنة حسب إمكانية وظروف كل أستاذ وأستاذة كما نؤكد على أننا مستعدون كأساتذة وأستاذات لبدل كل جهود الممكنة من أجل دعم المتعلمين والمتعلمات واستدراك الزمن المدرسي المهضور فور الإعلام عن استمرار الموسم الدراسي ونقول ب أن الاقتطاعات المجحفة التي طالت نساء ورجال التعليم في هذه الضرفية وفي هذه الأزمة الأخير ذليل على عدم نية الوزارة الوصية على الحل ديالها لهذه الملف وأنها ما زالت يعني بالشد والجد ونقول لها بأن الاقتطاعات التي طالت الأساس في هذه الظروف لخير دليل على ما تكنه الوزارة من حقد لموضفيها ومن سم دفين لموضفيها وأعيد وأكرر أن هذا التعليم عن بعد هو سم دب في العسل وهذا سم شدتي ودرتي في العسل لذلك في الموقف ديالة نسيقية الوطنية واضح فهذا المسألة هذه هو مقاطعة الأقسام الافتراضية مقاطعة هذا المستحة ديال ميكروسوفت تيمز عدم تسجيل فيها وأن كل أستاذ تسجيل فيها يسحب تسجيل دياله وهذا هو الموقف الصريح الواضح للتنسيقية الوطنية الأساسية الذي نفرض عليهم التعاقد ثم عمل الأساسية بما تتيح لهم من ظروف للتواصل مع المتعلمين ومتعلمات وتدريسهم حسب الإمكانيات المتاحة ثم أننا سنستعنف حين ستستعنف الدراسة نمدل في الزمن المدراسي ونستمر مع الولدات من يوقفنا لأننا لا نريد القرية جزء والجزء الآخر نسمحو فيه ثم نقول للمدير المدير الذي يباع خارج يطبل ونقول لي وراء يكفي هذا ما قال في التلاميذ الذي يقرأ عندك هذه الشهادات سمدونة في الفيسبوك كل إناء بما فيه ينضح أنتك كاسون ولا يشرفونك أسرة التعليم أن تكون منا و المنبر هنا ليس من بر يمكننا من رد و يمكننا صلخ و لا يمكننا القيمة لأن لا لديك قيمة لأن لا لن لن نخسر لك من جواني و كبير كبير جواني و نحيي عالياً كل رجال ونساء التعليم على تضحياتهم في هذه الضرفية من أجل المساهمة في تجاوز هذه الجائحة عبر كل وسائل الممكنة و نقول بأن ما ننسى شي حاجة بغير نقول نعم رسالة إلى المسؤولين أراكم كتشوفوا الانتهازية للتعليم الخاص ليوم لا سواء التعليم الخاص لا سواء الصحة الخاصة وكتشوفوا الرسائل التي وجهوها الحكومة من أجل باش يتعوضوا أنتم كتشوفوا فدل انتهازية قمة الانتهازية الناس لم يقرأ وليداتهم في ظل الأزمة ويقول لهم خلصونا فهذا التعليم الخاص ستعول عليه قرر ولدات المغاربة هذو من الشكرة هذو التجار الفجار كله تاجرين فاجر شكر التجار من طبيعة الحال الذين لا يراعون الأبناء المغاربة في هذا الضرف هي هذه لذلك نحيي عاليا جميع الأساسدة والأستاذات وتحية عالية من داخل إطار العتية التنسيقية الوطنية للأساسدة الذين فرض عليهم التعاقد السعادين لا نعطيه قيمة لا نعطيه لهذا القيمة نقوم دوو فيه إذن نحاول نشوف بعض التعليقات إذن أؤكد من جديد على أن موقف التنسيقية الوطنية الأساسدة الذين فرض عليهم التعاقد هو عدم تسجيل في المستحة Microsoft Times وكل من تسجل فيها على الخطأ أو الذي قبل أن يعرف الموقف ينسحب فورا وأن الأساسدة والأستاذات بالإمكانيات المتاحة يقر ولدات المغاربة وبأننا عند استئناف الدراسة سنواصل من حيث وقفنا مع الولدات لأننا لا نكرس للطبقية ولا نكرس للنخبوية وتحية من داخل الإطار شيء سئلة تحية السي المساوي تحية عالية مطالب كذلك بالتلاجع عن فرناسة المواد سبب مشاكل اقتصاد خاصة التعليم ثم يعني لا يفوتني أن نحيي أساتذة والأستاذات من جديد عن المجهودات الجبارة ديالهم ونرجو أن يزول هذا الوباء وهذه الجائحة وأن ينعم أبناء الوطن بصحات جيدة ثم أنه سيصدر واحد البيان يعني كما سيصدر البيان ديالجهة مراكش أسفي والبيان ديالجهة فاس سيصدر كذلك البيان الجهوي ديالجهة الدار بيضاء السطات اللي سيوضح الموقف بشكل صريح كما قلنا هنا ولا يفوتني هنا أن أحيي عاليا أستاذ عثمان الرحموني منصق مديرية النواصر الذي ساهم في هذا الليف بمجموعة من المعطايات فهذا الليف كنا تعاون معنا فيه وساهم معنا بمجموعة هذه المعطايات قبل إنجازه بواحد الربع أيام أو لثلث أيام فتحية للمناظرين الصامدين وتحية الأستاذ عثمان الرحموني منصق مديرية النواصر وعبره لجميع الأساتذة في ربوع هذا الوطن كذلك المذكرات يعني دفتر النصوص الإلكتروني لغير ذلك نعم هذا كله يعني يعني هذه المنصات وعدم تسجيل فيها وسيصدر تصدر البيانات الجهوية مع أن البيانة الوطنية كان واضح في هذا الباب يعني تحية للأستاذ قالك الرسائل التي تطهطر علينا من طرف المضارع نقول لهم بأن للأسف الشديد بعض المضارع أشباه المضارع الذين يسجلون الأساتذة كيسجلوا الأساتذة في المواقع الافتراضية بالأسماء ديالهم كيسجلوا الأساتذة ويطالبونهم بالتسجيل واش بغيتوا ترجعوا معنا اللعب ديال ملحقات العقود أو التاني وحشمو شوية لعراضكم هذوك أشباه المضارع بحل ذاك المدير ذيال الباح حشمو شوية رأى الإنسان حر في اختياراته ويتحمل مسؤوليته والإطار يدعو إلى مقاطعة هذة المهزالة هالتعليم عن بعد مقاطعة هذة المصطحة وأن هذيك الفلوس اللي كتتخسر في الكبسولات وفي الإنتاج وفي هذة تخربية هذا تبشي باش الصحة دية الوليدات المغاربة رأى ماشي 7% اللي كتستافد و93% ما كتستافد رأى خسوة الوليدات المغاربة كاملين يقراوا باركة من الطبقية باركة ما تستحمرونا باركة من استغبائنا وهذو كل موضارع يجمعو روسهم شوية وحشمو وتحية عالية للساء ورجال التعليم وتحية عالية للأساس إذا من داخل إطارين العتيد وتحية لكم على الصمود وعلى استجابة المخرجات ديالتنسيقية الوطنية الأساس إذا الذين فرض عنهم تعاقود وأننا يد في يد حتى نتصدى لكل مخطط تخريبي يضربون مدرسة العمومية في العمق ويدربون مجانية التعليم ولا عزاء للمتخادلين ولا عزاء للمتخادلين ولا عزاء الخائنين الخوانة المتخادلين المضرأ وأشباههم الذين يلزمون الناس على هذه العملية من أجل بيع المدرسة العمومية وسلعانة المدرسة العمومية لا عزاء لكم تحية نظرية من داخل الإطار صدور بلاغ بلغة صريحة وليس ضمنية لأن البيان المؤكد عن المقاطعة السرابين أستاذا نزى سوف يصدروا بيانات جهوية ربما سيعطيien البيان ما كان شو واضحه من قدر نقوله بأن لما دم العديد ما كان شو واضحه لكن سوف يصدروا بيانات جهوية ولجنة الإعلام ستتكلموا بلسانة نسيقية يعني أنني عضو في لجنة الإعلام الوطنية ونتكلم بلسان نسيقية الوطنية فهذا ره بيان الوجه يعني الإعلام ديال التنسيقية الوطنية هو يصرف مخراجات المجلس الوطني كما كنتعرف يا أستاذ أنزا وعبرك الأساسد الآخرين بأن مخراجات المجلس الوطني لجال الوظيفية ضمنها لجنة الإعلام فهي تصرف المخراجات ديال المجلس الوطني والقرار لإخذ المجلس الوطني هو مقاطعة هذه المهزالة وتحية عالية من داخل الإطار تحية لكم ليلة سعيدة نرجو أن نستيقظ غدا على وطن وعلى عالم بدون هذه الجائحة ديال كورونا وتحية عالية من داخل الإطار تحية لكم وليلة سعيدة